كابتن بدعود أيضا بالذاكرة قليلا إلى الوراء ولو أن الأحداث كانت متسارعة والآن نحن في مرحلة ممكن من البيات مرحلة من الهدوء مرحلة من الراحة السلبية على كرة القدم الأردنية لكن لابد من العودة إلى الموسم الماضي والفيصلي بطل للدوري وكنت أحد أبرز نجوم الفريق نتحدث عن هذا الموسم ونستغل وجودك معنا في هذه الحلقة موسم صعب ممكن في بداية الموسم أشد المتفائلين من جماهير النادي الفيصل لم يكن يتوقع هذا السيناريو إلا أن الفيصلي ظهر بالشخصية الحقيقية الشخصية البطل خصوصا أنكم كلاعبين مثلتم الفريق في الموسم قبل الماضي ولم يظهر هذا الأداء ما الذي اختلف على الفيصلي؟ قبل موسمين الفيصلي في المراكز الوسطى حتى لم ينافس مبكرا لم ينافس على اللقب عدتم منافس قوي وكنتم الأفضل موسم الماضي صحيح الفترة هذه مرينا بالدوري هذا بفترة صعبة ويعني للأمانة خاصة بالبداية يعني كان الفريق مستوى متذبذب يعني بعدين جانا الكابتن جمال وقدم إضافة كبيرة للفريق طبعا وبدأ الفريق بتصاعد يعني وظلنا ماشينا على رتم جيد وظهرنا بصورة طيبة يعني وبالنهاية حصدنا بطولة الدوري وفرحنا الحمد لله كابتن خماسيات الفيصل يفوز بخمس أهداف أداء فرص أداء أكثر من رائع الفوز بأداء وبنتيجة بس في النهاية خوفت جمهورك كثير آخر المباريات الأداء تراجع لنا للفيصل لشي السبب؟ ووجد نظرك كلاعب يعني هو إحنا كنا نفوز يعني نفوزنا يمكن أربع خمس مباريات وربعض بالنتيجة كبيرة وهيك بس بعدين صار توقف بذلك الوقت وصار فيه يعني أكيد إلا ما يصير دروب يعني شوي بالفريق وبعدين الحمد لله مشت أمورنا يعني وطلعنا بصورة طيبة يعني نزار رجدان موسم بتقيم حالك في أنك كنت مميز فيه وهذا تقييم الجمهور في البداية لكل أشاد في نزار رجدان وما قدمه نزار رجدان في قمة عطاءك كنت يعني أكيد الحمد لله ظهرنا بصورة جيدة يعني لكن هناك أفضل إن شاء الله في الموسم القادم مع الفيصل يعني خصوصا بالمشاركة في أبطال آسيا يعني إن شاء الله بنظهر بصورة جيدة حرج على هذه النقطة كنت في قمة عطاءك ومستواك الفني إلا كان في مداورة بينكم كلاعبين كابتن جمال أبو عبد كنا نشاهد في بعض المباريات نزار رجدان على مقاعد البدلاء وبعض المباريات لم تشارك واليوم أنا بحكي لك في قمة عطاءك كيف تعملت مع هذا الموضوع هل ممكن أثر عليك سلبا أو إيجابا في هذا الموضوع أن نشوفه فرصة للمنافسة وإثبات النفس ولا بتشوف أن هذا كان من الممكن أن يشكل حالا من الإحباط لا بالعكس كان هناك منافسة شديدة خصوصا بمركز الوسط الفريق كان بالوسط كان بيننا تنافس شديد شديد خصوصا بالتمريل كأنه نلعب مباراة مباراة رسمية كأنه نلعب والمداورة هاي يعني إشي طبيعي يعني يجي لاعب يقعد مباراة جاء يكون أساسي فهذا إشي بالعكس بعطي حافز وهذا الإشي اللي كان يعني أنه نظهر بصورة جيدة مباراة عن مباراة نعم كبت أنه ممكن في بعض المباريات كنت لاحب يعني من خلال متابعتي خصوصا اللاعب الوسط يفكر تفكير بالعب بعقله أكثر من قدمه صحيح؟ أكيد صحيح ممكن في بعض الأوقات يشوف تحاول تستعرض في بعض المباريات أو يكون في تحس فيه مزاجين اللاعب نزارح بتعمل إشي مثلا في بعض المباريات يعني الواحد يعني بتذكر في مباراة كنت يمسك الكرة على المرمز لتسدد يعني هي كانت هاي الفترة شوي كنت حاب أسجل قول يعني وأظل أسدد 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 يعني وما تزبط معي طيب تروح فوق يظلوا يعلقوا علي يعني الناس بس يعني بس إجت معي بمباراة السلط إجت قول يعني حتى الكابتن جمال وقتها فرح ومبسط أول مرة طبعا بضحك وبنبسط أقول لأنه كان بعد معاناة بعد معاناة طيب ما كان يعصب أنك بتشوت طب يعطي باص لها اللعب الأكس كان يعصب بس يحكي لي لا عادي شوت شوت كان يظلي يحكي لي شوت 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 بالنهاية يعني زبطت